نبدأ بالملف الاقتصادي حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في البنك وقال بيان للبنك المركزي إنه أبقى على سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 19.25% وعلى الإيداع لليلة واحدة عند 18.25% وكانت لجنة السياسة النقدية قد سعت للسيطرة على زيادة التدخم في البلاد حين رفعت أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير نهاية مارس الماضي مما رفع إجمالية زيادة إلى ألف نقطة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أمنا نحاول معرفة دلالات هذا القرار حيث انضم إلينا من القاهرة الأستاذ هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ورأي إيس شركة الراية للاستشارات المالية رحب بك فندم نتحدث عن دلالات هذا القرار لأنه في الفترة الأخيرة أصبح اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يعني موعد مهم بينتظروا كل المصريين لأنهم بيستنوا ما سينتج عن هذا القرار اللي بينعكس سريعا على الأسواق وعلى الأسعار وعلى كل شيء بيمس حياتهم فبالتالي تثبيت سعر الفائدة هذه المرة ما الدلالة؟ الحقيقة أن تثبيت أسعار الفائدة هذه المرة كان متوقع إلى درجة كبيرة كان السيناريو الأرجح والأقرب إلى أذهان المتابعين وأيضا بنوك الاستثمار أن يتم تثبيت الفائدة للمرة الثانية لهذا العام بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة في خلال عام بنحو عشرة في المية وأيضا رفع الاحتياط الإلزامي بنسبة أربعة في المية الترقب المحللين وبنوك الاستثمار هذا نابع من أن هناك كثيرا من القرارات الاستثمارية بتتعلق بقرار اللجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة وأيضا الخيارات المتاحة أمام المستثمرين للتوجه بأموالهم إما داخل أوعية ادخارية في البنوك وأيضا البحث عن ملازات أخرى خارج القطاع المصرفي لاستثمار أموالهم وخصوصا أن المازال العائد على الاستثمار أو الفائدة الحقيقية سالبة من مقدار 12.35% وهو شأنه شأن كثير من دول العالم التي لا زالت تعاني من سعر الفائدة السالب النتائج المترتبة على هذا القرار أستاذ هاني هل نتوقع أنه يؤدي مثلا إلى استقرار الأسواق استقرار أسعار الدولار لأنه في الفترة الأخيرة بقى دايما مرتبط بكل ما يزيد سعر الفائدة كل ما يزيد أيضا الدولار لأنه بتحصل حالة من الاضطراب في الأسواق أيضا نسبة التلخم إلى أي مدى ستتأثر بهذا القرار في الحقيقة الدولار بشكل أساسي الذي يتحكم فيه هو العرض والطلب فكلما كان هناك معروض أكثر في البنوك وشركات الصرافة كلما استقرت الأسعار الصرف في السوق إنما سعر الفائدة له أيضا دلالات أخرى في تكلفة الاستثمار بالنسبة للشركات وأيضا للمقتردين بصفة عامة بما فيهم الأفراد لأن كثيرا من الشركات بعد رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي واجهت مصاعب كثيرة في تأمين الاحتياجات التمويلية بهذه التكلفة وأثر كثيرا على أنشطة الشركات وهناك قطاعات على وجه التحديد تأثرت كثيرا بتكلفة التمويل العالية مثل القطاع العقاري هو الفكرة أن كل الناس ما بتحس أنه ما فيش أوعية دخارية بتحفظ مدخراتهم لأنه هو اللي هم متوقعينه في ظل التدخم بيلجأوا فورا للملازات الأخرى زي الدولار وزي الدهب وزي غيرها من الأدوات للدخارية الأخرى وده اللي بيخلي الطلب يزيد على الدولار وبالتالي سعره يزيد في السوق السوداء مرة أخرى هذا صحيح هو الغرض الأساسي من عمل أوعية الدخارية بفايدة مميزة هو منع ظاهرة الدولارة ولكن في الواقع العملي ما زال سعر الفائدة الحقيقي حتى مع الشهادات التي أصدرتها البنوك ما زال بالسالب ولكن الخيارات الأخرى غير متاحة لكافة المستثمرين من الأفراد لأن الحصول على الذهب عمل فقاعة في سوق الذهب ووصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وغير منطقية والذي نرى الأيام في سوق الذهب تحقيق خسائر لبعض الأفراد التي اشتروا الذهب عند مستويات عالية فما زالت البنوك على الرغم من سعر الفائدة الحقيقي بالسالب لازالت هي مجال مناسب وملاذ آمن لكثير من المدخرين طيب هو كان واضح في الفترة الأخيرة ويمكن فيه اقصاديين كتير الكلمة في الموضوع ده أنه البنك المركزي في كل مرة بيرفع الفائدة على أساس أنه يسيطر على التدخم بيزيد التدخم أكتر وده كان واضح في كل المرات اللي فاتت فهل نتوقع سلوك مختلف للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة أنه حتى لو حصل زيادة في بعض الأسواق الأخرى يتجاهل هذه الزيادة أو يعدي الموجة بعض الشيء من غير ما يضطر هو كمان للزيادة ولا في النهاية هي كلها سلسلة مربوطة ببعضها لو زادت في دول بتقود اقتصاد العالم زي الولايات المتحدة أو زي بعض الدول الأوروبية هتضطر أو هيتضطر مرة أخرى البنك المركزي أنه يزود هو كمان الحقيقة أن لجنة السياسة النقدية بيبقى أمامها التوقعات والأرقام الخاصة أو التوقعات الخاصة بمستوى التضخم بأسعار البترول التوقعات الخاصة بتحركات الفدرالي الأمريكي التي تؤثر كثيرا على جميع الأسواق الناشئة فبناء عليه اللجنة السياسة النقدية تأخذ قراراتها بناء على التوقعات المستقبلية سواء في الاقتصاد على ناحية الاقتصاد العالمي أو المحددات في داخل السوق المحلية فاللينا شايفوا أنه خلال الشهرين الماضيين انكسرت حدة التضخم نزل من تضخم الأساسي معادل التضخم الأساسي نزل من 40.2% في فبراير إلى 38% في حدود 38% وده يشير إلى أن قرب انكسار حدة أو ذروة موجة التضخم ربما يعني يحدث هيأثر ده على سعر الدولار أستاذ هاني لأنك أشرت الفكرة أنه الدهب تراجعت أسعاره بشكل كبير الفترة اللي فاتت بعد ما كان وصل لـ 2800 مثلا لعيار 21 ووصل اليوم لـ 2250 مثلا بتراجعة كبير عن الأيام الماضية ليه ده مش بيحصل في الدولار على العكس ما زالت هناك فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسعر الموجود أو بيتم التعامل به بشكل حقيقي في السوق الحقيقة تسعير الدهب له أكثر من عامل وطبعا كل أولا سعر البورصة العالمية على شاشات التداول والعرض والطلب وأيضا سعر الدولار وارتفعت سعر من ناحية النظرية حتى من ناحية النظرية لو ارتفع سعر العائد على الشهادات البنكية هذا يبطئ قليلا من تدفق الاستثمار نحو الدهب لأنه ليس كل المستثمرين أو الأفراد اللي عندهم ودائع مصرفية عندهم قدرة على التحرك بالسرعة الكافية أو أنهم يروحوا يستثمروا في الدهب فهم ما زال أمامهم على الرغم من ممكن يكون العائد يعني بالسالب العائد الحقيقي بالسالب إنما هتظل الكتلة الأكبر الكتلة النقدية الأكبر داخل البنو صحيح ولأن أيضا تميئة الذهب أيضا تحريك الودائع